بالنسبة لفيروس كورونا ايه المستجدد فيه؟ بالنسبة للوقت يعني منظمة الصحة العالمية مبارح خرجت علينا بخبر مهمة قوي كانت بتتكلم انه نسبة الاصابات اقل من زي قبل ودي حاجة من الحاجات المؤشرات بالنسبة لنا انه هو المنحنة الوباي اقل بكتير من زي قبل ولكن المؤلاء بالنسبة لها هو ارتفاع من جديد بعد انخفاض لمدة خمس اسابيع ارتفاع من جديد في ايه؟ اللي هي النسبة اللي يتهمها في نسبة الوفايات ولكن على كل احوال احنا بنشوف طبعا كل التدابير الاحترازية من الدول بتتخذها بالنسبة لفتح المطارات الاقتصاد دلوقتي بها افضل في التعاملات من زي قبل ولكن طبعا اضيف لأزمة جديدة وهو الأزمة الروسية الاوكرانية ده شيء مفروغ منه ولكن بالنسبة لفتح الحدود اصبح دلوقتي الامر مختلف دلوقتي بالنسبة لنا احنا في مصر محليا الامر بقى زي السلطات في مصر في مطار القاهرة الدولي اعلنوا تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برافع كافة قيود السفر لدخول القادمين من الخارج وده في اطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير اجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية تلقت سلطات الحجر اختار من ادارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بيفيد بإيه؟ بيفيد بإلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين والاجانب ايضا الى جمهورية مصر العربية وعدم اشتراط تقديم شهادة تفيد تلقي لقاح كورونا وتقديم نتيجة سلبية لفحص الPCR بجانب إلغاء اختبار الانتجن رابد تاست للكشف السريع عن فيروس كورونا وتم إلغاء كافة القيود الخاصة بدخول القادمين من الخارج جه في اطار قرار حكومة مصرية برفع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكافة الاجراءات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا وده بعد نجاح الدولة والجهات الصحية المختصة في مكافحة الفيروس وأريد ان ارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس وتسعى طبعا جميع دول العالم حاليا لرفع قيود السفر وتسهيل كافة الاجراءات على المسافرين ولكن رغم كل هذه الاجراءات اللي احنا بنشوفها ورغم كل هذه المتابعات في بعض الاماكن في العالم ابتدت تنشأ عندها بقرة جديدة للفيروس زي مثلا الصين بقلنا فترة شايفين عندها بقرة الفيروس زي مثلا كوريا بقلنا فترة بنقرأ كل يوم زيادات جديدة لدرجة انه هو احنا انبارح مثلا بنقرأ ان عندها 26 ألف حالة إصابة هم سموها حمى إصابة بالحمى ليه؟ لانه هم ما عندهمش الامكانيات اللي يقدروا انه هم ما يحددوا بيها اذا كانت كورونا او مش كورونا وده أمر طبعا زاد لطينا بيلا زي ما بنقول كده يعني فالمشكلة في انه بعض الدول ما عندهاش الامكانيات الميسرة لانه هم أصلا فترة كورونا ما جالهمش كورونا فما بقاش في تطعيم عندهم ما بقاش في تحصين عندهم ما بقاش في أي نوع من أنواع التدابير الاحترازية حتى لو هم بيجوا يتعاملوا دلوقتي مع الفيروس بيتعاملوا معاه حسب رئيس دولتهم قال نتعامل معاه بالحاجات الطبيعية مش هنتعامل معاه من خلال اللقاحات ده اللي بيتعامل داخل كوريا بهذا المنطق بهذا الأمر فطبعا أن أنت تحصل بقى وأن أنت تحصل الناس عندك بيبقى فيها صعوبة جدا في هذا الأمر وطبعا بعد قليل هنتبع مع حضراتكو كل التفاصيل لأن احنا شايفين أنه الموضوع يعني منتشر في كذا شق ناس تتكلم مثلا أنه التغيرات المناخية ناس تتكلم أنه بعد الكوفيد وبعد طبعا ما كان فيه استخدام كتير قوي المضادات الحيوية بقت بيئة خصبة لانتشار الفيروسات ناس تتكلم أنه لأ التعامل ما بين الإنسان والحيوان أصبح هو اللي خلى أنه فيه انتشار كبير ووجود كمان متحورات لفيروسات كانت موجودة قبل كده فطبعا هنترح السؤال ده النهاردة على ضيوفنا ونحاول نحن نتابع هذا الأمر مع حضراتكو وإيه اللي خلاه ينتشر وإيه اللي خلى الموضوع أن نحن نشوف فيه ظهور لفيروسات في الفترة الأخيرة أخرهم مثلا احنا بنتكلم على فيروس الحسون وقابلي جدري القردة مبارح مثلا منظمة الصحة العالمية بتكلم على جدري القردة أنه خلاص ده هي في إطار أن هي تدخلوا ضمن الطوارئ دي بقى نقلة بالنسبة لنا في الموضوعات ومحتاجة كمان أن احنا نخلي بالنا من إجراءاتنا الاحترازية من جديد إذا كان منظمة الصحة العالمية هتدرجوا ضمن الحاجات اللي فيها طوارئ فهنا بقى بيستلزم مننا أن احنا ننتبه وإحنا جميل قوي أن احنا نشوف وزارة الصحة المصرية أن هي منتبهة للموضوع ده ويبقى فيه بيان مبارح يتكلم على موضوع الانتباه لموضوع جدري القردة يعني كل حاجة موضوعة فيه الحسبان ده بيطمننا أنه القادم بالنسبة لنا مطمئن أنه الدولة المصرية واخدى بالها أن الدولة المصرية واخدى إجراءاتها الاحترازية في كل حاجة أنه مش فكرة قدارة أزمة وقت ما يحصل فيه بروز للأزمة لا ده بيبقى فيه تحسب ودي من الحاجات اللي ما كانتش موجودة زمان فدي طبعا من المكتسبات الفترة اللي احنا قضيناها المبادرات الصحية اللي احنا شفناها كل يوم لما يبقى فيه جديد بيبقى فيه إضافة بالنسبة لنا إحنا كمواطنين مصريين